فقد جاء النهي في صيح المسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذتم في هذه وهذه وأشار إلى السبابة والوسطى لكن ما الحكمة بعد نهي الشارع عن نبس الخاتم في السبابة والوسطى قال بعض العلماء بأن الوسطى تباشر النجاسة والسبابة قريبة منها وقال بعض العلماء نال من باب حفظ اليد من الأدى وللك لأن الإنسان إذا باشر الشيء باشره بمقدمة يده ومن المقدمة السبابة والوسطى فنهي عن التختم فيهما صيانة له من التأذين وهذا أوجه من السابق لأن السابق يرد عليه بموردين المورد الأول أن البنصر قريب من الوسطى المورد الثاني أن هذا في اليد الوسطى لأنها آلة إزالة النجاسة وأما اليومنا فلا لوجود النحي في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه